خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمعه فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة اثنتين عشرة سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول الفضيل بن عياض خرج رجل بغزل فباعه بدرهم ليشتري به دقيقة فمر على رجلين يتعاركان وكل منهما أخذ برأس صاحبه فسأل ما هذا فقيل له يقتتلاني في درهم فأعطاهما ذلك الدرهم وليس معه شيء غيره فأتى إلى زوجته فأخبرها بما جرى له فجمعت له أشياء من البيت فذهب ليبيعها ولكنها كسدت عليه فمر على رجل معه سمكة قد تغيرت رائحتها فقال له إن معك شيئا قد كسد ومعي شيئا قد كسد فهل لك أن تبيعني هذا بهذا فوافق صاحب السمكة وعد الرجل بالسمكة إلى البيت وقال لزوجته قومي وطهي هذه السمكة فقد هلكنا من الجوع قامت الزوجة وشقت جوف السمكة فإذا هي بلؤلؤة قد خرجت من جوفها فقالت لزوجها قد خرج من جوف السمكة شيء يقارب بيض الحمام فنظر الزوج إلى شيء ما رأى مثله فطار عقله وقال أظنها لؤلؤة ثم أخذها وانطلق بها إلى صديق يشتري اللؤلؤ فسلم عليه وأخرج تلك اللؤلؤة وقال انظر كم قيمة هذه فنظر صديقه طويلا ثم قال لك بها علي أربعون ألفا فإن شئت أعطيتك المال وإن طلبت الزيادة فاذهب بها إلى فلان فإنه أثمن بها لك مني فذهب بها إليه فنظر فيها واستحسنها ووزن له المال فحمل الرجل في ذلك اليوم مئة ألف دينار فذهب بها إلى منزله ليضعها فيه فإذا فقير واقف بالباب يسأل فقال في نفسه هذا السائل كنت مثل حاله منذ قليل ثم دخل الرجل داره وأدخل معه الفقير السائل وقال له خذ ما يكفيك من هذا المال ولا تتأخر عن مساعدة كل محتاج وعلم أن جزاء العمل الصالح والعطف على الفقراء والمساكين وحب الخير للغير جزاء عظيما وفوزا كبيرا يقول الفضيل فلا يستهين أحدنا بعمل الخير ولو كان شيئا بسيطا ولا يستهين بالصدقة ولو كانت قليلة والمسلم الحق هو الذي يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه كما قال الهادي البشير عليه أفضل الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رجل صالح له ولدان قام على تربيتهما بعد وفاة أمهما حتى بلغ أشدهما وعندما أراد أن يزوجهما من فتاتين صالحتين رفض ذلك وطلب منه أن يترك لهما حرية اختيار الزوجة فلم يمانع وأوصاهما بحسن الاختيار تزوج الولدان من فتاتين لم يشعر الأب بانشراح صدره ناحيتهما ولكنه لم يعترض ودعا لابنيه وزوجتيهما بالتوفيق والهداية وبعد شهر من الزواج حزن الأب حزنا شديدا بعدما شاهد ابنه الأكبر وقد ترك الصلاة لإرضاء زوجته وأنه يوافق على كل طلباتها ولا يعصي لها أمر وكذلك ابنه الثاني لا يراه في البيت فدائما يخرج مع زوجته ولا يعود إلا آخر الليل وتحول حزن الأب إلى مرض جعله لا يستطيع السير على قدميه بل من خلال كرسي متحرك وبدأت المشاكل عندما كان الأب يأخذ السائق لتوصيله إلى المسجد للمحافظة على صلاة الجماعة فقالت زوجة الإبن الأكبر لزوجها إن أباك يأخذ السائق دون إعلامنا وإنه كثير النياح من آلامه وأنا على وشك الولادة ولم أعد قادرة على ترك الخادمة والسائق للاعتناء به فقط فأنا أحتاجهما كثيرا وجد الإبن نفسه في حرج من طلب زوجته فلم يجد حلا سوى الاتفاق مع أخيه الأصغر للذهاب به بعد أسبوع إلى دار المسنين دون أن يخبراه بذلك شعر الأب بنية والديه وزوجتيهما فأخذ يقيم الليلة ويدعو الله أن يشفيه وبالفعل قبل مرور الأسبوع استجاب الله للأب وأتم له الشفاء واستطاع أن يسير على قدميه ولكنه لم يخبر ابنيه بذلك وقام بجمع كل أوراق الملكية الخاصة به دون أن يعلم أحد به وفي صباح أحد الأيام حمل الإبنان والدهما وأجلساه داخل السيارة وقال أحدهما له سنذهب بك إلى المستشفى فقد اطلع طبيب قادم من الخارج على أوراقك وأخبرنا أن هناك أمل في شفائك وكما علمتنا في صغرنا كيف يكون البر بالوالدين وقمت بتحفيظنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه فها نحن نبرك وبعد دقائق فوجئ الأب بأن ابنيه ذهبا به إلى دار للمسنين وسلماه لإدارة الدار وعادا إلى بيتهما في سعادة كبيرة في هذا الوقت ذهب الأب إلى البنك وسحب كل الأموال منه كما قام ببيع البيت الذي يسكن فيه ابناه ثم غادر دار المسنين وذهب إلى أخيه بالعاصمة وفوجئ الإبنان وزوجتاهما بصاحب البيت الجديد يأتي برجال الشرطة ويطردهما فذهبت كل زوجة لبيت أبيها في غضب وقالت كل منها لزوجها سأنتظرك فقط بعدما تحل مشاكلك مع أبيك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين المال والقرآن رجل غلي جدا ليس له عائلة ولا أولاد ولكن عنده من العاملين في قصره الكثير وفي يوم دعا جميع العاملين عنده على العشاء ووضع أمام كل واحد منهم نسخة من القرآن ومبلغا من المال وعندما انتهوا من الطعام سألهم أن يختاروا إما المصحف الشريف أو مبلغ المال الموضوع مع القرآن فبدأ أولا بالحارس وطلب منه أن يختار دون خجل فقال الحارس كنت أتمنى أن أختار القرآن لكني لا أعرف القراءة لذلك سأخذ النقود فهي أكثر فائدة بالنسبة لي ثم طلب من البستاني كما طلب من الحارس فقال البستاني إن زوجتي مريضة جدا وأحتاج للنقود حتى أعالجها ولولا هذا لاخترت القرآن بعدها طلب من الطباخ أن يختار قال له الطباخ أنا أحب القراءة ولكن عمل الكثير لا يترك لي وقتا لأقرأ لذلك سأختار النقود آخر دور كان للشاب الذي يعمل سائسا للحيوانات التي في إصطبله والرجل الغني يعرف أن هذا الشاب فقير جدا فقال له إني متأكد أنك ستختار النقود حتى تشتري طعاما وتشتري حذاء بدل حذائك الممزق فأجابه الشاب صحيح أنه صعب علي شراء حذاء جديد أو شراء دجاجة آكلها مع أمي لكني سأختار القرآن لأن أمي قالت لي كلمة من الله سبحانه وتعالى مفيدة أكثر من الذهب وطعمها أحلى من الشهد فأخذ القرآن وبعد أن فتحه وجد فيه ظرفين أول ظرف فيه مبلغ يساوي عشرة أضعاف المبلغ الذي كان موجودا على طاولة الطعام والظرف الثاني فيه وثيقة بأنه سوف يرث بعض أملاك هذا الرجل الغني بعدها قال لهم الرجل الغني إن من يحسن الظن بالله فلا يخيب رجاؤه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون